أزمة قاتمة، وضع شديد التعقيد والغموض، هكذا يوصف مشهد الاقتصاد اللبناني، ورغم تفاؤل البعض نحو الخروج من هذا التعثر الاقتصادي، إلا أن تلك الأمان تذهب هباءً مع عدم رصد أي جهود فعلية نحو رفع المعاناة عن اللبنانيين. الأزمة ليست وليدة اللحظة، شأنها شأن الموقف السياسي في البلاد، لكن جذور تلك المشاكل الاقتصادية تنامت حين تخلف لبنان في أذار مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار ليطلب مساعدة صندوق النقد. هنا يأخذ الأمر منحاً آخر نحو مزيد من التعثر، فبعد عقد أكثر من 16 جلسة منذ أيار مايو الماضي لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني لتتوقف المفاوضات. وبدت تباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف، حيث قدرت الحكومة هذه الخسائر ب241 ألف مليار ليرة. ويعيش نصف اللبنانيين تقريباً اليوم تحت خط الفقر، حيث لامس معدل البطالة 35% وبات كثر عاجزين عن توفير الاحتياجات اليومية. قتامة المشهد تبدو جلياً حين انتحر أربعة لبنانيين خلال يومين الأسبوع الماضي بسبب ظروفهم الصعبة، كما ظهرت صور لاستخدام المقايدة من أجل توفير مستلزمات ضرورية في مشهد لم يعتده لبنان في أقصى الظروف. ورغم استقالة مستشار وزارة المالية أنريشا وول ومديرها العام ألام بيفاني العضوين في الوفد المفاوض مع صندوق النقد، بسبب غياب إرادة حقيقية للإصلاح بحسب قولهما، إلا أن وزارة المالية تصر على التفاوض مع الصندوق. مصدر مطلع بشأن التفاوض أكد أن جلسة التفاوض الأخيرة سارت بشكل سيء للغاية، وهو ما توافق مع تصريحات مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا نهاية حزيران يونيو حين أقرت بعدم وجود أي تغيير ليلوح في الأفق. ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة، بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصر في لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي بحسب المصادر. ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 ملياراً أقرها مؤتمر سادر الذي انعقد في باريس عام 2018 مشترطاً إصلاحاً. لكن بحسب خبراء، فإن المانحين لن يستثمروا في لبنان في ظل عملة غير مستقرة وبلا برنامج من صندوق النقد. وفي موقف لافت، حذر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان من خطر انهيار لبنان، حيث طالب السلطات اللبنانية باستعادة زمام الأمور. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته أكد دعم بلاده للبنان طالما أنه يقوم بإصلاحات بشكل صحيح، ولا يشكل وكيلاً لإيران في إشارة إلى حزب الله اللبناني. ومع استمرار الوضع الحالي بدون تحرك فعلي، يؤكد الخبراء أن الاقتصاد اللبناني في طريقه نحو الانهيار التام، مع تضخم يومي وأزمات معيشية، وقد يصبح دعم صندوق النقد الدولي طوق نجاة أخير. هذا لو استطاع لبنان الحصول عليه بالفعل.